تجمع المئات الأشخاص بكيران صباحة ثلاثة في موسكو أمام مركز ساخاروف حيث بدأت مراسم تشيع المعارض بوريس نيمتسوف الذي قتل الجمعة برصاص على مقربة من الكريملين وسيتمكن المشيعون من إلقاء التحية الأخيرة عليه في مركز ساخاروف المتحف المخصص لحقوق الإنسان ولذكرى الأكاديمي السوفيتي المنشاق أندري ساخاروف أنست وليدة بوريس نيمتسوف عملاً بتقاليد الأرتودكسية أمام نعش المفتوح الذي تعاقب أمامه صف من المواطنين المجهولين والشخصيات المعروفة مثل الرئيس الوزراء السابق مياخيل كاسيانوف وسفير الأميكري كي جون تيفت للإنحيناء أمامه أوضع الأزهار نائب السابق لرئيس الوزراء في عهد بوريس سيلسين والذي أصبح من أشد معارض رئيس فلاديمير بوتين في حضور عدد من السفراء الأوروبيين والمسؤولين الأجانب بينهم وزير خارجية ليوتشانيا لناس لينكو فيسوس ورئيس بلدية ريق عاصمة لاتفيا نيلس ساكوز ونائب وزير الخارجية البولندي كونتغراد بافليك ومنعت سلطات روسية بعض الشخصيات السياسية الأجنبية التي أعلنت نيتها في المشاركة في التشييع عن القيام بذلك ترجمة نانسي قنقر